السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في قناة اطفال حياتي النهاردة ان شاء الله حلقة جديدة برضو من نوعها وبنواصل معاكم حلقات العناية بالشعر اول حاجة الزيوت اللي انا عرضتها النهاردة معاكم هو زيت الارجان وزيت حصلبان وزيت الافوكاتو قالك الزيوت دي من اكتر الزيوت اللي انا بحبها وبحب استخدمها جدا للشعر بس دي بتعتبر او بتستخدم كحمام زيت يعني بنحط الزيوت دي على الشعر وبندلك بيها فروة الشعر كويس وبنسبها من ساعتين لتلات ساعت على حسب وبعد كده بتشطفيها تشطفيها كويس جدا لغاية ملمس الدهني بتاع الشعر يبدأ يزول فبالتالي ان ده المجموعة اللي انا عرضتها معاكم النهاردة هي مجموعة لعمل حمام زيت للشعر ده بيطر الشعر جدا وبيرطبه وبيساعد على تقويته وتساقوي كمان بيعالج التساقط وبيعالج تلف وتقصف الشعر لو احنا بصينا على الزيوت دي هنلاقي ان زيت الارجان بيحتوي على فيتامين اي قالك فيتامين اي دي من الفيتامين المهمة للترتيب فبالتالي ان هو بيطر الشعر جدا وبيساعد على تنعيمه بالنسبة لزيت حاصل بان برضو هنلاقيه من الزيوت القوية جدا جدا اللي بيساعد على تقويت الشعر وبردو عليه التقصف والتساقط من اهم الزيوت اللي انا بحب فعلا استخدامها هو زيت الابوكاتو هنلاقي ان من اكتر الزيوت اللي مليئة بفيتامينز متعددة جدا A B C E والحديد والماغنيسيوم وكتير جدا من الفيتامينز اللي بيحتاجها الشعر عشان يبدأ ان هو يتغزة ويبدأ ان هو يساعد على ترميم بصيلة الشعر وتقويتها مرة تانية فبالتالي الزيوت دي من اكتر الزيوت اللي انا بحبها استخدامها للشعر كحمام للزيت وليس استخدام ان انا حط واسيبه لا لازم ان تشطفيه بعد فترة من وضعه بتبدأي طريقة الوضع بتاعته ان انت بتحطي الزيت ده على فروة الشعر وبتبدأي ان انت تدلكيه كويس جدا وياريتك ان انت برضو تلاب سابوني او ايا كان ان هو ما يساعدش على تطاير الزيوت لا تحب ان هو يحتفز الشعر بالزيوت دي ويقدر يستفاد بيها اكتر استفادة وبعد كده ساعتين تلاتة وتشطفيه شطف مرة تانية تلتة لغاية ما الملمس الزيتي يزول فهنا وصلنا لنهاية الحلقة وتابعونا على كل جديد ان شاء الله هنزله معاكم حلقات متنوعة لاستخدام الزيوت الطبيعية وازاي ان احنا نقدر نستفاد بيها منها للشعر والبشرة بشكركم جدا استني اتعليقاتكم استني اشتراكاتكم وتعليقاتكم وان شاء الله استنوا مني كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته